أهلاً وسهلاً بحضراتكم مرء أخر عزائي المشاهدين كابتن يوسف خلينا روح للدورة من وجهة نظرك الدورة والمنافسة على الدورة السنية تبقى عاملة ازاي؟ لا هو الدورة قوي المنافسة فيه طبعاً قوية أنا شايف أن فيه تلات أجزاء في الدورة الفرق الأدام أو الفرق المقدمة زي الأهل زي مالك بيرمز فيوتشر وسموحة مع بعضهم عشان المركز الرابع لكن التلاتة الأولين محسومين المحسومين الرباعي ده محسوم أو الخماسي محدش يخش مع الخمسة دول لا لا بعيد الباقي بعد كده بعيد وبعد كده فرق متوسطة اللي هي في وسط الجدول اللي هي لا هتخش في الأربعة خمسة ولا هتنزل وبعدين عندك بقى صراع اللي هو الهبوط عندك بقى من السنة دي بقى وجهة نظرك؟ عندك فيه اتنين يعني أسترن كامبني بشكل كبير عندك مقصة بشكل كبير احتمالات كبيرة قوي قوي وبعد كده فيه فرقة تالتة بقى داخل تلات فرقة يعني تتكلم جونة مقاولين فيهم قلقة ممكن المصري لو ما تحسنش النتائج اتحاد ما تحسنش نتائج دي الفرقة اللي هي أوروية اسماعيلي الاسماعيلي عنده لعيبة الاتحاد برضو عنده لعيبة كويسة والمصر يعني الاتحاد والمصر عنده لعيبة كويسة بس يحلوا مشاكل لأنه برضو المشاكل بتأثر على الفرقة يعني كلنا شوفنا المصري الفترة اللي فاتت ومعينش شعباني وفي مشاكل كتير هو ميشي ولا ممشيش ولا ميشي تيالي هو اللي حصل أنه هو سافر بعد المباراة وليعرفنا أنه هو رجع بقى عشان اتفاوض معهم على شرط الجزائي وهم اتعاقدوا مع حسام حسن فكان في بعض المشاكل لكن في النهاية يعني عندك فرقة تالت احتمالات تنزل يعني من اللي أنا قلتهم لك لكن الدورة السنانية قوي في بعض المباريات نتائجها مفاجأة كتير جدا كنا بنقعد نتوقع أن مثلا الزمالك هيكسب أو الأهلي هيكسب وتفاجأ أن الأهلي تعادل أو الزمالك مثلا خسر أو تعادل وهكذا دي بدأت تبقى كتيرة بدأت يبقى عدد مطشات كتير يعني الأهلي مثلا في أربع مطشات أو خمس مطشات خد ست نقاط وده معدل قليل يعني معدل معنى كده أن فيه فرق بتعطل فيه فرق قوية بتعطل للأهلي أن يستحوز مثلا على خمستاشر نقطة من خمس مباريات يأخذ الخمستاشر نقطة مضبوط وده حلوة الدورة على فكرة بتدي حلوة الدورة لأن في النهاية اللي بيكسب الدورة اللي عنده استمرارية وليه الأهلي بيأخذ أكتر بطولات دورية لأنه عنده نفس طويل وبيفضل يكمل مستمر البطولة كلها ممكن يتعادل مطشين ثلاثة أو يخسر مطش بس في النهاية بيجمع وده مهم جدا الأهلي عنده مؤجلات مهمة جدا 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 المؤجلات دي أنه نجمع منها النقاط عشان دلوقتي خلاص هو ما عندهش أفريقيا ما عندهش كاس عالم أندية وبالتالي عنده يعني يعني عايز أقول إيه عنده تركيز كامل للدورة والكاس حاليا فبالتالي مهم جدا أنه يحاول المباراة القادمة يستحوز على ثلاث نقاط في كل مباراة